بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ترأس معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عمال المشارك في أعمال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 والصين وذلك في العاصمة الأوغندية كيمبالا ونقل معالي رئيس مجلس الدولة خلال كلمة سلطنة عمال تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ودعواته الصادقة لهذه القمة بالتوفيق والسداد وأكد معاليه خلال الكلمة أن سلطنة عمان سعت إلى ترجمة التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 عبر تضمينها في خططها التنموية وبرامجها القائمة على مبدأ الحق في التنمية للجميع والقضاء على الفقر وتوفير العيش الكريم لجميع فئات المجتمع سعت سلطنة عمان إلى ترجمة التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 عبر تضمينها في خططها التنموية وبرامجها القائمة على مبدأ الحق في التنمية للجميع والقضاء على الفقر وتوفير العيش الكريم لجميع فئات المجتمع في ربوع البلاد ونظراً لتداعيات التغير المناخي في العالم وتعرض سلطنة عمان من حيل لآخر لبعض الأعاصير فقد أنشأت الحكومة البركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة كما قامت بإصدار النظام الوطني للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة وذلك بهدف تقويد الإجراءات الوقائية للحد من الآثار السلبية لهذه الأنواع المناخية على السكان إن مجموعة السبع والسبعين والصين تمثل ما نسبته ثمانين في المئة من سكان العالم تقع عليها مسؤولية قسيمة لممارسة كافة أنواع الضغوط السياسية والقانونية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونصرة الحق الفلسطيني في ضمان الحياة الآمنة الكريمة وفي التنمية والحرية والاستقلال على أرضه ووطنه ترجمة نانسي قنقر